الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على توطيد الشراكة والتعاون مع ألمانيا مشيدا بإسهامات الشركات الألمانية في المشروعات القومية بمصر وعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك فولتر شتانماير عن تطلعه للاستفادة من تقدم ألمانيا الصناعي والتكنولوجي وحول الوضع في قطاع غزة أكد الرئيس السيسي أن استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين أمر مرفوض وخطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتنفيذ حل الدولتين من جانبه أكد الرئيس الألماني على التوافق مع رئيس السيسي حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور هام جدا على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار ومثمنا دورها في تحمل عبء استقبال اللاجئين أكد مصدر النصري رفيع المستوى اقتتام مباحثات الدوحة للتهديئة بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن الثاني ووفد من حماس برئاسة خليل الحية وأوضح المصدر رفيع المستوى أن المباحثات اتسمت بالجدية وأنها تشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة أكدت حركة حماس تجاوبها مع جهود الوسطى وترحيبها باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة وأكدت الحركة رفضها أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة مؤكدة أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي وأوضحت حماس أنها مستعدة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن وما تم التوافق عليه سابقا أعلنت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين أنروا عن مقتل ستة من موظفيها في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على النصيرات وسط قطاع غزة وفي مدينة غزة استشد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على حي الدرج شرق المدينة وفي جنوب المدينة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على حي الزيتون أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة قرب مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة وفي الخليل اختحمت قوات إسرائيلية خاصة مستشفى الحول الحكومي شمالي الخليل واعتقلت مصابا كما أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغت 702 من الشهداء وأكثر من 5700 مصاب أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى ومن جانبها أعلنت السلطات اليابانية سقوط صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية في بحر اليابان مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ الذي أطلقته كيونج يانج ترجمة نانسي قنقر